ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله الظلم هو التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحد ومما يتعلق بالظلم من مصطلحات الجور وهو الميل عن الاستواء وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حرامًا أو مكروها الثاني العدوان قال الإمام بن القيم في شرح منازل السائرين إن العدوان أن يعتدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم عباد الله لقد حرم الله الظلم على نفسه قال الله تعالى في سورة آل عمران تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين وقال في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تق حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً وقال أيضاً في نفس السورة قل متاع الدنيا قليلٌ والآخرة خيرٌ لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً وقال في سورة طاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً وقال أيضاً ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا حضماً وقال تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال في سورة غافر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الهساب وقال في سورة فسلت وما ربك بظلام للعبيد وقال سبحانه في سورة الزخرف وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روا عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاه برجل من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسع وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيعة فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون فيقول لا ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيحاب رجل فيقول لا فقال الله بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول الرب إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فقاشت السجلات وخقلت البطاقة قال محمد بن يهيا البطاقة بطاقة الرفعة الريقعة وأهل مصر يقولون للريقعة بطاقة هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وسهاه الألباني في صحيح الجامع الصغير إباد الله لقد حرم الله الظلم على نفسه وكذا حرم ألا علينا قال تعالى لإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق سورة الأعرف وقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سورة النحل وعن أبي غريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الغقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أخرجه مسلم وعن أبن أباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كهرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا صلى الله عليه وسلم ثم رفاء رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلقتو اللهم هل بلقتو قال ابن أبن أباس رضي الله عنه أقب هذا الحديث فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَسِيَّةُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّقِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ لَا تَرْجِعُوا بَأْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكتطاء حق امرئ مسلم من اكتطاء حق امرئ مسلم بيمينه فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارِ وَهَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ أخرجه مسلم وأن أبي أمامة رضي الله أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة يقول شاعر عن الظلم والظالمون إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولد عطوا في قبيه اكتسابه فكله إلى شرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجمى تيحا تكابه فأما قليل فأما قليل وهو في قفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاها يرتجا ولا حسنات يلتقي أو تلتقي في كتابه وجوزي وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه إباد الله من عواقب الظلم والظالمون أولا خراب البيوت قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ثانيا الخيبة والخسران قال سبحانه وقد خاب من حمل ظلم ثالثا الهلاق والدمار قال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال تعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهَلِكِهِمْ مَوْعِدًا رابعا رابعا عدم الفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى إنه لا يُفْلِخُ الظَّالِمُونَ خامسا الضلال والتيه قال تعالى وَيْدُلِّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَعَ سادسا أو سابعا الله لا يحبهم ولا يهديهم وَأَجَّلَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا قال الله عز وجل وَاللَّهُ لَا يَهَدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وقال سبحانه وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وقال تعالى وَأَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا ثامنا الخسران قال تعالى وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةَ الْإِسْرَاءَ تاسئا ليس لهم من نصير ينصرهم في الدنيا والآخرة قال سبحانه وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ وقال عز وجل مَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاع عاشرا الظلم ظلمات يوم القيامة قال تعالى وَلَا تَحْصَبَنَّ الَّذِينَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال تعالى وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَذَا يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَعَنْ جَابِرٍ وَأَخِيرًا إِبَادَ اللَّهِ وَعَنْ جَابِرٍ وَعَنْ جَابِرٍ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحْ فَإِنَّ الشُّحْ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ أَلَىٰ أَنْسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَهَارِمَهُمْ دکا نيبو دکا نزنزنى دا كرالي وَانَا بَاسُدَةَ قَلِهِ بَاسُدَةَ إِاكَا سُنْتَبَتَجَا أَلَّهِ مناغو ديوَا أَلَّهِ مناغو قوانَ اللَّهِ دي سَلِي مَدَكَ شَرُّرُنْكَا وَنَ مُودَ قُوَ مِيَاگُنْ أَيُّكَمُ وَانَا اللَّهِ شِرِيَشِ يَطُّرَهِ كَاللَّهِ حِينَ تِكَچِنْ شِرِيَي اللَّهِ شِرِيَمُ دُونِيَا دِ الْأَيْرَةَ سِلَا دَأَمِنْتَنْ اللَّهِ دَأَلْهِرِنْهِ اللَّهِ دَأَالْبَرْكَةَ سَسُتَبَّتَجَ فيه عَلِيَّانْهِ الْتَاءَ النَّبِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمًا واندى اللّه يتروحي واندن دونيا ومن يزمون في تلا يزمون حسكي يزمون جاورا نگري يزمون اوباح يزمون قومي دا قومي ناال أممر مسلمي الله حقارا واند منذ درجة حقارا مستقيمة دا مرتبه قحتا مدشي دا صحبان سدق يالان سا افرفاجر جنت الفردوسي فايا هكيا فو يوم واما سؤال بركة ابن دا اكي نفي دا ظال انت اي عرى اللّه عربتي معلمي سكتيحيني التصرف في حق الغيري بغير حق شغي دا فتي اتكين حق موانو باتاردا یا تنسان تي کشغتين حق سبا کشغا کسر فوانا حق اي نون واند بانا کبا باتاردا کاتن تي شغا کسر فوانا حق ناسبا او مزاوضة الحد كوكو ما كووطة اياكا اکا ابن دا اي اياكا انتيماش ديك ابن دا اياكا انتيماشي سي كووطة ابن دا اياكا انتيماشي ديك ابن دا اياكا انتيماشي ديك ابن دا اياكا انتيماشي كي پناتريتن تي كنسا کشغا كي دم 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 دشي توانا الامري دا اي اكتا يازم ذال انت مالما سي كتنا دا اياكا انتيماشي مالما مسلون تي سيكي پناه نا استلاحات نمع نزال انتيماشي نفرقو اقوة الجورو باند الظلم اقوة الجورو اقوة الودوان دا اياكا ورانسو سي كتنا الجورو هو الميلو عن الاسطواء كوتي واند دا دا دي دي تكي دقا كا كوتي ود دي دي تو سي اتوانا يايا الجورو يايا وننوئي نزال انت يا كوتي ود دي دي يايا ابن دبا هكبا وكل ما خرج عن الاتدال دق ابن دي افتا دقا اين همواتو آدل تي يزما وننوئي نرهن آدل تي تو سي اتوانا يايا جورو فهو جورو سواء كان حراما او مكروحا ونن أبن همو حرامنه كوكم مكروحيني اند دي كوتي قايدة كاكوتي وآدلتي سأل نانسو تي افتا الودوان ابن دا اكي نفيد الودوانو كمرياد دي امامو ابن القيم يفتا اتكي شرح منازل السائرين يتي ان الودوان ان يعتدي ما ابيها منه الى القدر المحرم اتو الودوان كي ترئي كي ترئي صحب حوشي يمسو تكي كاور فسارا واند تداتي دي شرح يوم تيزا كجمال ماند سكا قري احوسا ان سكا دو فسارا الودوانو سنا فسارا هيدة سيو كي ترئي ايا تو حقو كم شرح تفقنا سيو ان يعتدي ما ابيها منه الى القدر المحرم متوني كي ترئي ايا ابن دا اكا حرم ايا ابن دا اكا حلال تام كي ترئي 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر